يوم واحد من الصمود قد ينسف مشروعا شغل عليه عقودة بهدف سلب الشعوب حقها في الحياة على أرضها الفعاليات والمسيرات لذكرى يوم الأرض متواصلة منذ يوم الجمعات بزخمها وغضبها وسلميتها لتقول للعالم إن أهل الأرض باقون فيها قبقاء زيتونها ولا تبغي عيونهم عن القدس حولا رغما عن قرار ترامب والمطبعين معه فعاليات يوم الأرض استطاعت وبحسب محللين أن تضع العصى في عجلة صفقة القرن التي أريد بها طي القضية الفلسطينية في كتاب النسيان ذلك يرجع إلى التأثير الكبير الذي أحدثته في الساحتين الإقليمية والدولية علاوة على صداها الذي تردد في الشارع العربي الشعبي ويرى مراقبون أن استمرار فعاليات يوم الأرض بهذا الزخم والتأثير سيقلص من قدرة أنظمة الحكم العربية على التطبيع مع الاحتلال وسيحرجها أمام الرأي العام في بلدانها فضلا عن عرقلتها لمهمة النخب المرتبطة بالأنظمة العربية والمكلفة بتسويغ التطبيع مع الكيان الصهيوني إذ سجلت هذه الفعاليات علامة فارقة في تاريخ النضال الفلسطيني لما أظهرته من استمرار للمقاومة الشعبية بشتى الوسائل وفي وقت يعيش فيه العرب واقعا متأزما ومضطربا كما يرى محللون أن مسيرات ذكرى يوم الأرض أثرت على اتجاهات الجدل الداخلي الصهيوني وأعاد الترسيم الاستقطاب الحزبي والأيدليوجي للصهاينة إزهاء المسألة الفلسطينية كما دل على ذلك السجال بين الفرقاء السياسيين في دولة الاحتلال بشأن أنماط التعاطي مع مسيرة العودة إلا أن استراتيجية حكومة نتنياهو في التعامل مع المسيرة تتسم بحالة من انعدام اليقين وهذا ما عبر عنه اليمين الأكثر التصاقا بالمؤسسة الصهيونية الحاكمة وللمرة الأولى تعظمت الانتقادات الموجهة للكيان الصهيوني من قبل المحافل الدولية بعد سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى برصاص قواته مما اضطر قادته إلى خوض سجالات مع المؤسسات الأممية التي طالبت بالتحقيق في سقوط القتلى والجرحى الفلسطينيين خرج الفلسطينيون في روم أرضهم ليوجهوا لصفقة القرن صفعة النضال والإرادة ترجمة نانسي قنقر